اطلع محافظة محافظة حضر موت مبخوت بالماضي بالمكلة على برنامج التأهيل والتطوير لمركز المكلة للتوحد مستمعا من مدير المركز علوية عوض مسجدي لخطوة التدريب وإعداد تصورات بالمنهج التعليمي ومشروع تنمية قدرات معلمات المركز وجهود تعزيز جودة التعليم لمعلم الأطفال ذوي الإعاقات الدهنية ورفع كفاءاتهم وتحسين أدائهم وتقليل نسبة التسرب المدرسي للأطفال ذوي الإعاقات الدهنية وتطوير المناهج التعليمية المتخصصة واتبع أساليب تدريس حديثة وأكد المحافظة بالماضي اهتمام السلطة المحلية بالمركز وضرورة تحديث وتطوير مناهج التعليمية والاهتمام بشريحة الأطفال ذوي الإعاقة الدهنية واستيعابهم بما يعود بالنفع على مستقبلهم وأسرهم